فرقتها الحروب وقصف النظام وحلفائه واليوم لا يوحدها شيء سوى الجائحة هي المناطق السورية وهو كوفيد 19 الذي بات ارتفاع اصاباته ووفياته ينذر بوقوع كارثة صحية وشيكة مناطق النظام شهدت ارتفاعا غير مسبوقا في اعداد الاصابات مما اوصل نسبة الاشغال في غرف العناية المشددة الى 100% وفق ما نقله مدير الاسعاف والطوارئ في وزارة الصحة ورغم ان تصريحات الاطباء تقول ان الاعداد الحقيقية للمصابين هي عشرة اضعاف ما تعلنه الوزارة بسبب عدم مراجعة المرضى للمشافي تذهب التصريحات الرسمية للقول ان البلاد لم تصل الى ذروة الكارثة بعد اما في مناطق شمال غربي سوريا فقد اعلنت المنظمات الانسانية العاملة فيها ان القطاع الصحي اصبح على حافة الانهيار بعد وصول الجائحة الى ذروتها ضعف الامر سوءا اصابة عدد من الكوادر الصحية بالفيروس وتوقفهم عن العمل ما تسبب في شلل النظام الصحي حكومة الانقاذ سارعت الى احتواء الكارثة بفرض قرار يقضي باغلاق المدارس والمعاهد والاسواق مناشدة الناسة الالتزام بالاجراءات الوقائية والمسارعة الى تلقي اللقاح في الشمال السوري ولكن الشرقي منه الامر سيان فالاصابات في ارتفاع والقطاع الصحية تهوى المجلس المدني في دير الزور يحاول تدارك الموقف بفرض حظر تجوال كامل على منطقة الفرات لمدة عشرة ايام مع فرض غرامة على المخالفين بيان المجلس اشار الى وجود حالة من عدم الجدية في التعاطي مع الجائحة واهمال للاجراءات الاحترازية من قبل السكان ارقام ترتفع ارواح تزهق وقطاعات صحية تتهاوى حكومات تعلن وتتخذ اجراءات واخرى تعتم وتتجاهل نسب تلقيح لا تزال حتى الان غير كافية وسلالات جديدة تنتشر لتفاقم سوء المشهد فهل من منقذ؟ ام تنتظر المناطق السورية اوضاعا اشد سوءا بشتاء صار على الابواب